هم قاضي تحقيقه ما ندخلش في التفاصيل من جهة أخرى والموضوع اللي هو مهم بزاف فاكلي واحد يومات لت يومات لت يومات لت يومات لت تحليل غير تحليل غير تقدير غنأكد لكم بأن أو غنقول لكم مصادر ديالنا مصادر ديالنا كتقول لأن تم إلقاء القبض على واحد من الناس اللي كانوا مع نور الدين العطور في تلك الليلة نعم تم القبض عليه ماشي البارح ماشي والي بارح هذه واحدة مدة زمنية معينة في إحدى الدول الأوروبية وتم إرجاعه للمغرب أو تم تسليمه من المغرب والآن كيتواجد في إحدى المدن المغربية للبحث من طبيعة الحال كما كيتدار في العالم كامل إذا قلبي بذا كيتطمأن شوية انتم نتنتوا مع أنكم طمأنوا وهذا شيء عليش بديت بالشكر ديال المجهودات اللي كتقوم بها السلطات الأمنية ديالنا والسلطات القضائية وهذا شيء باش كنقولوا أننا كن آمنوا بالمؤسسة ديالنا راه المؤسسة ديالنا معمرنا ما فقدنا فيهم تيق أحنا كنحضروا باش ما نفقدوش أو نخليو شكوكت ندخل للقلوب الناس وعقول الناس كننبهو بالمخاطر اللي ممكن تسبب فيها بعض الأشياء اللي ربما يشوفوها من زاوية أخرى وحنا كنشوفوها من زاوية أخرى تكلمني على الجالية رأسها الكتيرة كتنشر في هذا الباب المغاربة كذلك خوصاً بالنسبة للجالية كان ها التخوف ديال أن ما تحققش العادلة وبالتالي غنفقدو المصداق غنفقدو الثقة أنا مشي كنت سنة تقع كاري تعاد نقولها هادو التنبؤات اللي عايش في وسط الأوسط ديال الجالية غنفهمني على شك ندوي ومشي أنا اللي قلتها بوحدي أنا كنقول على رأسي ولكن الناس رقولوح مسؤول على رأسي بزاف ديال الخارجات اللي كانوا ديالناس اللي كيكتبوا في التعاليق اللي خرجو في مباشرة أخرين اللي كتبوها في هادا انتشرت بواحد شكل خطير وره ما مو رح التشيح مو رح القناعة ديال المغاربة اللي كيشوفو بأنه إلى الأمور بقات هكذا واحد غيرش تدخش في الحبس لأخر مات مشت على عين وضبابة إلى أخيري غيقولك ودي بدو مني أنا فلان من فلان كنفر بإسمينا يا ما نبغيش نمشي يا أخيي لا ما كانش الأمن ما كانش هذا وإحنا ما نقولش ما كانش الأمن إلى الأمن ما نتحركش يعني ما كان نقول إحنا بينا حنتي ديك حيث إحنا ما يمكنش حيث تكلصينا الرابعين في العالم على مستوى كرة القادم اللي بقاءوا ديما عايشين على ذلك الأحلام لبيل يشنكين دابا ما كان عارف زيما الإنجازات الكبيرة اللي حققتها لأجهزة ديالنا الأمني هذا هو الواقع على الصعيد العالمي مش هي المستوى المغريب ولكن رها ما يمكنش تحقق وحد الإنجاز ونقوله صافر إحنا هو مطب ديالعالم كالقديمة هذيك اليقاظة كينا وأنا عارف بأنها كينا بقت وما يتبت لي هذا بعد كل كلام اللي تكلمنا اللي كان حدرب إنه كان نقوله حداري إنه إلا بقت الأمور هكا أو لا غادي تكون كاريتا بكل مقاييس أنا طبعا قلبي من اللي عرفت من مصادر جد مطلعة أنه تم القبض على أحد العناصر من العناصر الهاربة الهاربة واش دقي الوطن خارج الوطن أحد منهم تم ما يسترجعوه من إحدى الدول الأوروبية ما غاديش نشير لا فين ولا كيفش تم تسليمه كلامي واضح غير اللي بغي يتقلق راه هو من هذك واخرين واللي هو ما عنده تا مشكير راه مع الناس اللي مزيانين وهو هاتش اللي بغينا فهمه اللي كان تكلم على المؤسسة أرى كلامي واضح ما تحاولوش تغلطوه المغاربة مغاربة ما تغلطوهمش أنا عارفوها تشي في العالم كامل هنا عناصر مزيانة وكين عناصر ما مزياناش هذيك القلة القليلة اللي هي فاسدة كتخسر الصمعة ديك المؤسسة والصمعة ديك العناصر الموظفين اللي يخدمين في هذيك المؤسسة وخدمين معقولي كلام واضح هذي المعلومة من طبع الحال أو هذي المعلومة اللي قلت عافينا كده غير خرجوا وحدين أخرين غير كدبوهم كما داروش تكلمني على الشهود وهذا الشي اللي يترى هنما كان جي شي باش نكذب على عباد الله ره ممكن نتلقوا اللايف ونهتطرو في موضوع آخر تكلمش على هذي شي وعادي وهي لاجت لكم بأن ما قدش ندير لهذا اللايف لأخرين حيث ماشي اللايف هو اللي كانش تغلعين كانش تغل بره ديال اللايف اللايف غير حيث ملتازمين مع